السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الشريط سوف نتناول إن شاء الله تعالى حديث عليكم بالصدق وسنبدأ أولا بنص الحديث عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا نمر الآن إلى شرح المصطلحات الصعبة المتضمنة بالحديث الصدق تطبيق القول على الواقع يهدي إلى البر يقود صاحبه إلى فعل الخير يتحرّى الصدق بمعنى يداوم عليه الفجور كل فعل قبيح منكر وكمضمون للنص دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصدق وبيان أتره الطيب وتهديره من الكذب وبيان أتره القبيح نمر الآن إلى التحليل ونبدأ أولا بمعاني الحديث المعنى الأول الصدق طريق الخير وصاحبه في منزلة رفيعة والمعنى الثاني الكذب طريق الشر وصاحبه في منزلة وضيعة وكمفهوم للصدق هو خلق عظيم من أخلاق الإسلام يجب أن يتحلّ به العبد ليكون من المؤمنين وقد يتبادر إلى الدهن أن مفهوم الصدق يقتصر على المعنى العام الذي هو ضد الكذب لكنه أوسع من ذلك فهو يشمل صدق القول وصدق العمل أما صدق القول فهو مطابقة الكلام للواقع وعدم تغيير شيء منه وأما صدق العمل فهو مطابقة سلوك المسلم لقوله واعتقاده أي تطبيقه للمعتقدات التي يؤمن بها بالنسبة لمجالات الصدق وهي ثلاثة نبدأ بالمجال الأول الصدق مع الله تعالى بإخلاص النية في الأعمال التي يقوم بها فيجعلها لله وحده ولا يطلب فيها غير رضاه المجال الثاني الصدق مع النفس بالاعتراف بالذنب والعيوب والنقائس والعمل من أجل إصلاحها ثم المجال الثالث الصدق مع الناس سواء في الحديث أو التعامل الآن ما هو المستفاد من الحديث أولا أن أكون صادقا مع جميع الناس ثانيا أن أكون صادقا في جميع الأحوال وثالثا وأخيرا أن أكره الكذب وأتجنبه ترجمة نانسي قنقر